قال وزير الخارجية سمح شكري أن مصر تؤكد أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومن ثم ترفض مصر أية إجراءات أحادية تقود حل الدولتين جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية سمح شكري أمام الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية دولي منظمة التعاون الإسلامي بإسلام أباد وأعرب شكري عن تطلع مصر لأن تسهم المنظمة في إرساء دعائم الاستقرار في الدول الإسلامية كما أوضح وزير الخارجية أهمية إيجاد حل وطني سلمي في ليبيا الشقيقة وضررت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة كذلك شدد شكري على أن مصر تحرس على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية بسودان الشقيقة وتواصل إلى توافق سوداني خالص هذا واستعرض وزير الخارجية في كلمتها أيضا أمام اجتماعي وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الموقف المصري تجه عدد من القضايا منها العراق واليمن والصومال